كابتن محمد عدل كان موفق طبعاً إلى حد كبير في إدارة المباراة وأنا قلت من بداية الموسم أنه أعتقد أنها فرصة كبيرة جداً للتحكيم المصري لاستعادة الثقة والمصدقية مرة تانية وخصوصاً أنه كان فيه تجارب كتيرة جداً للموسم الأخير بالنسبة على الأهل الجميل اللي كان نادي الأهلي ما كانتش طيبة وبالتالي قلنا فرصة لتصحيح المصار وتفقلنا خير بوجود كابتن عصام عبد الفتاح وقلنا الحمد لله أنه مع بداية تولي الرابطة مسؤولية إدارة مسابقة الدوري ومع وجود تقنيات تصوير على أعلى مستوى الناس كلها فرحانة بيها ومستبشرة خير جداً في الموسم ده قلنا أنها فرصة للتحكيم وفرصة للفار أنه يثبت وجوده وهنا أعتبر السنة اللي فاتت كأنها لم تكن لكن الحقيقة اللي حصل وأنا مش بقول كده لأنه يعني دفعاً عن التحكيم المصري أو رغبة في أن أنا أبرئ زماته لكن أنا الحقيقة بص على اللي جاي أتمنى الحقيقة أن نحن نبص لشريط الفيديو بتاع المباراة دي ونرجحها مرة واثنين وثلاثة لأنه فيها أخطاء ممكن الجمهور ما يكونش ركز معاها أو حطها وراء ظهره عشان الأهلي حقق أفوز بنتيجة كبيرة جداً أعتقد أنه الأخطاء دي في ظل نتيجة تانية لو سكورتشيت دي كانت لقدر الله انتهت بالتعادل أو لقدر الله انتهت بخسارة النادي الأهلي المباراة كنا هنبقى قدام أزمة كبيرة جداً 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 مع التحكيم المصري وأعتقد أنه في بعض القرارات مش هقول زي ما الناس بتقول على السوشيال ميديا أو بتستخدم مصطلح تعاطف تعاطف التحكيم أو الحكام مع نادي الزمالك لأنه أنا بعتقد أنه الحكم في الملعب بمثابة قاضي والقاضي لا يعرف إلا تطبيق القانون ولا يعرف إلا مبدأ إرساء العدالة ولا يعرف إلا أنه يدي كل حق لصحابه وأعتقد أنه كابتن محمد عادل وحكام الفار جنابهم الصوافي أكتر من واقعاً بارح كانت من الممكن تأثر على نتيجة الموراة بشكل كبير جداً وكانت ممكن تأثر سلباً على مشوار الخصم أو المنافس التقليدي للنادي الأهلي فبقيت مشواره في الدوري كله بشكل كبير جداً وأبرزها طبعاً أنا بقول يعني بدي أمثلة مش هقدر عشان وقت البرنامج مش هقدر أتكلم في كل الحاجات لكن كانت فيه حاجات برزة واضحة وضوح الشمس يعني ما تستعديش أي نقاش أولها طرد المسلوسي لأنه الحقيقة ده كان يعني احنا نتكلم عن لاعب تسبب في ضربطي الجزاء ما خدش فيهم إنذار على الرغم من التانية تستهل وقعة طرد مباشر وممكن نجيب لحضراتكم أمثلة كثيرة جداً لعبة فيها تغور شديد جداً ومثلة خطورة كبيرة جداً على لعب النادي الأهلي عمر السلية وبالتالي أعتقد أن وقعة زي دي مش بس كدت تستدعي الإنذار التاني كدت تستحق طرد مباشر ضربة جزاء الجزيري اللي تسعى وتسعين في المئة من ناس الحقيقة ما شافتهاش احنا حاولنا نشوفها أنا حاولت تقنع نفسي شخصياً بيها يا جماعة فين ضربة الجزيري يعني مين شاف الأعاقة مين شاف الفاق ما فيش أي مخالفة تستدعي ركل الجزاء للجزيري وقعت العنف اللي أعتقد خارج عن سياق الريوح الرياضية وكانت تستدعي أيضاً طرد مباشر مش كارت أصفر اعتداء أحمد سائد زيزو اللي كان هدفه الحقيقة مش اللعبة على الكرة بقد ما كان هدفه ودي لعبة مش محتاجة ما فيهاش نسبية كان واضح بشكل كبير جداً أنه بيلعب على إيزاء محمد مجدي أفشا وبالتالي برضو كانت تستدعي الطرد المباشر كل الحاجات دي أصرت بشكل كبير جداً على نتيجة المباراة وكان من الممكن أنها تتسبب في كارثة أو نتيجة تاريخية نادي الزمالك فيه أخطاء كمان احنا بنتحملها وأعتقد أنه لابد أن احنا نكون موضوعيين معاها مش مرتبطة بس بمطش مبارح لكن مرتبطة ببداية المرحلة نقطة نظام هاخد حضراتكم ليها وأتكلم على الجمهور